كيف تستخدمين مستحضراتك التجميلية المفضلة بأقل الأضرار الممكنة؟ يتجلى خطر مستحضرات التجميل بكونها وسطا مثاليا لتكاثر الجراثيم أو الفطور عند استخدامها بالشكل الخاطئ وفي سبيل تجنب هذه المخاطر يمكنك اتباع الخطوات التالية لا تشارك مستحضراتك الخاصة مع الآخرين واستخدمي دائما اسفنجة جديدة عند تجربة المستحضرات في المتجر وتأكدي من تعقيم الفتحة العبوة بالكحول قبل تطبيقها على جندك ابقي مستحضراتك بعيدة عن الشمس والحرارة فقد يخرب الضوء المواد الحافظة المساعدة على قتل الجراثيم ولا تترك مستحضراتك في السيارة وهي معرضة للحرارة لوقت طويل تأكدي من نظافة يديك عند وضع المكياج تأكدي من نظافة جميع أدوات تطبيق المستحضرات التجميلية وينصح بغسل أو السبدة لكل الفرش أو السفنجات بشكل دوري لا تستخدمي أي مستحضر تجميل عيني إذا كنت تعانين من عدوة عينية مثل التهاب باطن العين والذي يسبب حمرار العين أو تهيجان في الرموش وقومي بالتخلص من أي مستحضر استخدمته عند اكتشافك للمشكلة لا تضيفي أي تسوائل أو مواد أخرى إلى مستحضراتك ما لم تنص لساقة العبوة على ذلك تخلصي من مستحضراتك القديمة إذا لاحظت تغيرا في لونها أو ظهور رائحة غريبة لا تستخدمي البخاخات الضبوبية قرب الحرارة أو أثناء التدخين لكونها قابلة للإشتعال لا تستنشق عميقا مثبتات الشعر أو المساحق فقد تسبب أذية رأوية تجنب استخدام المنتجات الحاوية على الإضافات التلوينية غير الموافقة على تطبيقها عند منطقة العين مثل صبغات الرموش الدائمة والكحف فهي من المواد الملونة المضافة تتميز باحتوائها على أملاح الرصاص وما تزال تستخدم في مستحضرات العين في بعض البلدان كالهند وقد تسبب التسمم بالرصاص عند استخدامك مستحضرات تجميل العين بقيها خارج العين وتجنب تطبيق محدد العين على الجفن من الداخل لتفادي دخوله في العين تجنب استخدام مستحضرات العين اللماعة أو الحاوية على مواد برقة أو متقزحة الألوان لإمكانية احتوائها على مكونات تسبب خج أو تهيوج العين لا تستخدمي المسكار الجافة ولا تحاولي أبدا ترطيبها باللعاب أو الماء ومن الأفضل استبدالها كل شهرين أو أربعة أشهر أو قبل ذلك إذا جفت حاولي كتابة تاريخ فتح المستحضر عليه حتى لا تتجاوزي باستعماله تاريخه الافتراضي استخدمي مستحضرات التجميل على مكانها المحدد فما هو للعين؟ استخدميه للعين وهكذا فلا تستخدمي قلمة تحديد نفسه على الشفاه والعيون لإمكانية انتقال الجراتيم من الفم للعين وبالعكس لا تحاولي وضع مستحضرات التجميل لأثناء القيادة أبدا أو في حال وجودك في السيارة بشكل عام فبالإضافة لكونها ممارسة خاطئة وخطيرة هي تشكل خطرا لإحتمالية دخول المستحضرات في العين فقد تسبب المسكار مثلا خدشا في القرنية المسكارة ومحدد العين للسائل في كل مرتين تعيد فيها عوصى العبوة إلى الأنبوب فإنك تسمح للجراتيم بدخول الأنبوب لذلك تمتلك هذه المنتجات أقصر مدة استخدام حيث يجب استبدالها كل ثلاث أو أربعة أشهر كريم الأساس السائل يحفظ بعيدا عن الحرارة ويمكن أن يبقى ثابتا لحوالي سنة فإذا كنت تمتلكين بشرة حساسة أو عرضة لحب الشباب فلا تغمسي إصبعك في الزجاجة بل تطبقه بواسطة فرشة أو إسفنجة كما عليك الابتعاد عن غمس الأداة مرتين في الزجاجة أحمر الشفاه وملمع الشفاه إن احتمالية نمو الجراتيم فيها أقل من المصادرات السائلة ويمكن الاحتفاظ بملمع الشفاه لستة أشهر على الأقل وحتى عام بالنسبة لأحمر الشفاه مستحضرات المساحق إذا لم تلاحظ رائحة غريبة أو تغير في اللوم فيمكنك استخدام هذه المنتجات حتى ثمانية عشر شهرا إلى عامين وأخيرا أهم الخطوات التي يجمع عليها الباحثون في المجال الصحي وخبراء التجميل معا يجب إزالة جميع مستحضرات التجميل قبل النوم فقد يسبب بقاؤها الكثير من المشاكل وخاصة للعينين فإذا كنت ممن يستعملون العدسات اللاصقة سيؤدي هذا إلى جفاف العين وتهيوجها وقد تترك هذه المستحضرات بقايا على العدسات مؤثرة بذلك على الرؤية لذلك فمن المهم إزالة مستحضرات التجميل العينية بعناية والرطف كل ليلة قبل النوم لكون العينين والجلد المحيط بهما وناطق حساسة جدا والتأكد من عدم دخولها العين والتسبب بالأذية يفضل اتباع التعليمات المدونة على العبوى لكل مستحضر لمعرفة الطريقة الأفضل لإزالته فبعضها ينصح بغسله بالماء والصابون فقط وبعضها يستلزم استخدام الكريمات وغيرها يحتاج استخدام مزيلات المكياج الخاصة واحرز دائما على نظافة يديك قبل إزالة مستحضرات التجميل الخاصة العينية منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر